فاكهة طماطم أم خضار خضروات عشرة فواكه نعرفها يمكن أن تنبت البذرة لإنتاج مغذيات مختلفة الخضار والفواكه الخضراء المليئة بمضادات الأكسدة والفواكه الموسمية ذات الألوان الرائعة تفتح الشهية لمن يراها كثير من الناس يجدونها لذيذة عند تناول الفواكه والخضروات التي تخلق تركيبة مختلفة في الممرات كل موسم فائدة كل خضار وفاكهة إنه دواء سحري عندما تفكر في الأمر كيف يتم التعبير عن مفهوم الفاكهة والخضروات؟ دعونا نطرح الأفكار قليلا يتم لفت الانتباه إلى الأطباق التي عادة ما تستخدم للتمييز بين الفاكهة والخضروات يتم فحص المظاهر حتى أولئك الذين لديهم طعم حلو يعرفون بالفواكه وتلك غير الحلوة تعرف بالخضروات ولكن عندما يتم التعامل مع هذا من وجهة نظر علمية فإن الوضع ليس بهذه البساطة كما يبدو الثمرة هي العضو الذي يحمل البذور إنه الجزء الأنثوي من الزهرة ويتمايز أثناء الإخصاب يحمل البذور المتكونة نتيجة لتطور المبيض نتيجة للبحوث التي أجريت على الأطعمة تم تصنيف الأطعمة التي تحتوي على بذور على أنها فاكهة سنقدم لك الآن معلومات مجزة عن الخضار وهي فواكه في القائمة التي سنقدمها لك بعد قراءة مقالتنا قد تتغير وجهة نظرك حول الطماطم والعديد من الخضروات وح الطماطم التي يفضلها في قائمة الصباح في السلطات أثناء النهار وفي الأطباق الرئيسية في المساء هي طعام مفيد للغاية تزرع الطماطم في أصناف مختلفة في بلدنا في التربة من خلال طريقة تجفيف البذور إذا كانت الكلمة مفتوحة من الجوهر دعنا نجد حلاً لسؤال الطماطم أو الخضار هنا كانت الطماطم تعرف بالخضروات لسنوات عديدة لكنها فاكهة ما هي فوائد الطماطم؟ اثنان الليمون بالطبع ربما تساءلت عما إذا كان الليمون المستخدم في السلطة وعصير الليمون فاكهة أم خضروات الجواب على هذا السؤال سيكون فاكهة على الرغم من أن الليمون يعرف بالخضروات لأنه العضو الذي يحمل البذور في الليمون إلا أنه في الواقع نوع من الفاكهة يمكن تناول الليمون بكل سرور في كل وجبة يزرع الليمون بكثرة في مقاطعات البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة وهو أحد أكثر الفواكه فائدة على الرغم من أنه يعرف بالخضروات ما هي فوائد الليمون؟ كل الفوائد من شل إلى جوهر ثلاثة الخيار الخيار غذاء دسم يمكنك رؤيته في ممر الخضار عندما تذهب إلى الأسواق ولكن عندما تنظر إليها من وجهة نظر علمية يمكنك أن ترى أن الخيار يحتوي أيضا على بذور نظرا لأنه غذاء بذرة يمكننا القول أن الخيار عبارة عن فاكهة عندما تسأل عما إذا كانت فاكهة أم خضروات عن طريق تناول الخيار يمكنك تطهير الجسم من السموم يعتبر الخيار الموجود على المائدة كخضروات من الفواكه المفيدة التي تجدد الجسم وتضيف صحة للبشرة سبعة فوائد من الخيار لم تسمع بها من قبل أربعة الباذنجان يتم تحضير وجبات شهية من الباذنجان أشهر المأكولات التركية عندما تقطع الباذنجان سوف تجذب البذور بداخله انتباهك ستجيب هذه البذور أيضا على سؤالك عما إذا كان الباذنجان فاكهة أو خضروات لقرون تم تذكر الباذنجان كخضروات يمكنك تحضير وجبات شهية بهذا الطعام الذي ثبت أنه فاكهة بفضل بذوره نظرا لأن الباذنجان منخفض أسعرات الحرارية يمكنك إضافته إلى أطباق الخضار فوائد الباذنجان فوائد عصير السيقان القيمة الغذائية خمسة زيتون أثناء تناول الزيتون هل فكرت يوما ما إذا كان الزيتون فاكهة أم خضروات؟ الزيتون نوع من الفاكهة يؤكل الزيتون ويتم التخلص من البذور الحفرة المهملة هي تفاصيل توضح أن الزيتون هو ثمرة تستخدم هذه البذور أيضا كبذور كيف يصنع الزيتون؟ 6 الأفوكادو أولئك الذين يتساءلون عما إذا كانت الأفوكادو فاكهة أو خضروات يمكنهم أن يأخذوا نفسا عميقا الآن عندما تقطع ثمرة أفوكادو فإنك ترمي البذرة الكبيرة بداخلها هذه البذرة عضو ضروري لتكوين الأفوكادو حتى تصل إلى أطباقك بالنظر إلى أننا ذكرنا أن الأطعمة الأساسية هي الفاكهة يمكن إضافة الأفوكادو إلى مجموعة الفاكهة الأفوكادو من الفاكهة التي يوصى بها غالبا خلال الفترة الانتقالية للأطفال لتناول الطعام الصلب يوصى باستخدامه لجميع الفئات العمرية لإحتواؤه على فيتامين إي وفيتامين سي لا ينبغي أن تكون الأطباق الصحية مفقودة 7- الفلفل الفلفل وهم ضيوف مائدتك بمختلف الأصناف وفي جميع درجات الحرارة يمكنه نكهة طعامك في المطبخ في أي وقت من اليوم بينما تنتشر رائحة الفلفل الألمحنص في المقلات إلى منزلك يمكنك الغوص في المسافة للحظة وتسأل نفسك ما إذا كان الفلفل عبارة عن فاكهة أم خضروات عندما ترى أن هناك أكثر من بذرة في الفلفل يمكنك أن تفهم أن الفلفل هو ثمرة ما هي أنواع الفلفل وفوائده؟ 8- البطيخ كان هناك الكثير من الأبحاث حول البطيخ مؤخرا يتم طرح العديد من الأسئلة حول ما إذا كان البطيخ فاكهة أم خضار من أكثر ما يميز البطيخ أنه يحتوي على العديد من البذور حسنا هذا يعني أن البطيخ هو فاكهة 9- البامية ماذا لو قلنا لك أن البامية التي تتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بأطباق الخضار هي فاكهة قد يكون الأمر ممتعا للغاية لكن البذور الموجودة في البامية لا تغير حقيقة أن البامية فاكهة عندما تأكل البامية وهي مفيدة جدا لعملية التمثيل الغذائي يمكنك أن تتذكر أنها أصبحت الآن فاكهة فوائد البامية 10- علاجات من شأنها أن تجعل حتى أولئك الذين لا يحبونها 10- اليقطين من بين الخضار الخضراء الكوسة وهي المفضلة لدى أخصائي الحميات والذين يتحكمون في الوزن هي فاكهة عندما تقطع الكوسة إلى شرائح فإن البذور التي تراها في كل شريحة تدعم هذه الحقيقة فاكهة الكوسة المعروفة بالخضروات غذاء مثالي للصحة يمكنك استخدام فاكهة اليقطين في وجبات الطعام والمقبلات يمكنك الاستمتاع بالصفات اللذيذة في المنزل عن طريق بشرها وتشويحها اشتركوا في القناة